السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الاعزاء اهلا ومرحبا بكم. يا رب تكونوا بخير. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الاستثناء بإلا. لو ما شفتهاش هتظهر لك فوق دلوقتي اتفرج عليها الاول. في حلقة النهاردة بنتكلم عن الاستثناء بغير وسوى. تعالوا مع بعض برضو نفتكر الشرح. احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت ان اسلوب الاستثناء بيتكون من المستثنى منه وبعده اداة الاستثناء وبعد اداة الاستثناء بيجي المستثنى. وقلنا برضو اداة الاستثناء ممكن تكون حرف زي الا وشرحنا المستثنى بلا في الحلقة اللي فاتت. ممكن تكون اسم زي غير وسوى وده اللي هنشرحه في حلقة النهاردة. وممكن تكون اداة الاستثناء فعل زي خلق وعدة وحاشة وده اللي هنشرحه في الحلقة اللي جاية. وعرفنا ان انواع اسلوب الاستثناء لو المستثنى منه موجود وما فيش نافية يبقى تم مثبت. ولو المستثنى منه موجود وفي نافية يبقى تم منفي. ولو المستثنى منه محزوف وفي نافية يبقى ناقص منفي. ناخد مثال بقى كده على غير وسوى ونتعرف على الاعراب. لما نيجي نقول مثال حضر الطلاب غير طالب هنا اداة الاستثناء غير. وهنا الاسلوب تام لان المستثنى منه موجود ومثبت لان ما فيش نافية. مثال تاني لما نيجي نقول ما حضر الطلاب غير طالب. هنا الاسلوب ده تام لان المستثنى منه موجود ومنفي. في نافية. مثال تاني ما حضر غير طالب ده ناقص منفي. لان المستثنى منه مش موجود. انا باستثنى طالب من مين? من الطلاب. وفي نافية يبقى ناقص منفي. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن المستثنى بإلا وقلنا لو الاسلوب تام مثبت. المستثنى بيعرب مستثنى منصوب. وفي التام المنفي بيعرب يا اما مستثنى منصوب يا بدل. وفي النقص المنفي بيعرب حسب موقعه في الجملة. ده في المستثنى بإلا. في المستثنى بغير وسوى غير وسوى بتاخد اعراب المستثنى بإلا. واللي بعد غير وسوى بيعرب على طول مضاف إليه. يبقى هنا اللي بعد غير او اللي بعد سوى هنا كلمة طالب 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 في اي نوع. اللي بعد غير وسوى بيعرب مضاف اليه مجرور وعلامة جر. شوف بقى علامة الجر. احنا هنا محتاجين نركز في اعراب غير وسوى. احنا قلنا غير بتاخد اعراب المستثنى بقلة. لو كان الاسلوب تم مثبت يبقى غايرة هنعربها. زي ما كنا بنعرب المستثنى هناك. بنعربه مستثنى منصوب. يبقى غايرة هنعربها مستثنى منصوب. اسم منصوب على الاستثناء. ولو كان الاسلوب تم ومنفي هنعرب برضو. كان هناك المستثنى بيئيه لبيعرب? جائز النصب. يا اما مستثنى يا اما بدل. برضو هنا غايرة هنعربها. يا اما مستثنى مستثنى منصوب اسم منصوب على الاستثناء او بدل. وهنا غير بدل من الطلاب. حضر الطلاب دفاع المرفوع. يبقى غير ممكن اعربها. مستثنى منصوب او بدل مرفوع. طيب لو الاسلوب ناقص مانفي كنا بنعرب المستثنى بإلا حسب موقعه في الجملة. هنا برضو هنعرب غير حسب موقعها في الجملة. حضر غير يبقى غيرها هتعرب فاعي. خلي بالك برضو ان غير حضر الطلاب غير طالب بنعربها منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. انما سوى بتعرب بحركات مكدرة. يعني لو منصوبة هقول منصوب بالفتحة المكدرة. مرفوعة هقول مرفوع بتضم المكدرة. بس كده ده شرح المستثنى بغير وسوى. تعالوا مع بعض نحل التدريبات اللي موجودة برضو في كتاب الامتحان علشان نفهم اكتر. اول سؤال موجود في كتاب الامتحان بيقول اكمل. واحد. لم يبقى معي من المال سوى. نقول سوى ايه? احنا خلاص قلنا اللي بعد غير وسوى بيعرب. على طول مضاف اليه مجرور. دي منصوبة. ودي مجرورة يبقى نقول سوى جنيهن. دي مرفوعة ودي مرفوعة لا. يبقى جنيهن. يلا اتنين. يعجبني اولئك ان بيغون غير. اللي بعد غير مضاف اليه على طول مجرور. دي منصوبة. مرفوعة. اهي مجرورة بالكاسرة اهي? دي غلط. تلاتة. لم يحصل على الدرجة النهائية في الاختبار سوى على طول اللي بعد غير وسوى مضاف اليه. ما تفكرش. طالبا دي منصوبة. مرفوعة. ناخد المجرورة. سوى طالب مجرور بالكاسرة. يلا السؤال اللي بعده اتنين. ميز في ما يلي اركان اسلوب الاستثناء. بين البدائل التالية. لا تنشد الامم الواعية غير العلاقات الطيبة. هنا الاسلوب ده نوعه ايه? في نفي? يبقى منفي. المستثنى منهم موجود. لا تنشد الامم الواعية العلاقات غير العلاقات. انا بستثنى العلاقات من الامم? لا. المستثنى منه كده محزوف. وفين هنا ادات الاستثناء غير? والمستثنى العلاقات. يلا نجاوب. فين المستثنى? اللي بعد ادات الاستثناء. اللي بعد غير. يبقى المستثنى هنا? برافو العلاقات. المستثنى منه? بستثنى العلاقات من الايه? لا المستثنى منه كده محزوف. نختار محزوف. تلاتة. فين ادات الاستثناء? انا بستثنى بغير. يبقى ادات الاستثناء غير. يلا السؤال اللي بعده. اني لا احترم زملائي سوى الساعي بالنميمة. النمام اللي بيوقع ما بين الناس. هنا انا باستثنى لايه? الساعي. يبقى دي المستثنى. باستثنى من اين? من زملائي. يبقى دي المستثنى منه. فين اداة الاستثناء? سوى. يا الله نجاوب. فين المستثنى منه? زملائي. اداة الاستثناء عندها ايه? سوى. وباستثنى مين? الساعي. يبقى انا كده خلاص جوبت. السؤال اللي بعده رقم تلاتة. لا يعجبني من المجلات غير النافع منها. خلي بالك هنا في حرف الجر. في من? يبقى نشوف اللي قبل اداة الاستثناء. لا يعجبني من المجلات دي جملة تامة لا يبقى الاسلوب هنا ناقص منفي يعني كده المستثنى منه مش موجود المستثنى منه محزوف وبستثنى ايه النافع بستثنىه باداة الاستثناء اللي هي غير يبقى فين اداة الاستثناء برافو غير وفين المستثنى بستثنى ايه برافو النافع بستثنىه من الايه المستثنى منه فين احنا قلنا خلاص المستثنى منه محزوف لان هنا حرف الجر منه وهنا نوع الاسلوب ناقص منفي يبقى المستثنى منه محزوف السؤال اللي بعد كده ميز النوع الصحيح لأسلوب الاستثناء حدد نوع الاسلوب يعني قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة يلا نجاوب فين اسلوب الاستثناء هنا ما لبثوا غير ساعة هنا الاسلوب مثبت ولا منفي فينا في يبقى منفي ناقص ولا تام فين المستثنى ساعة باستثنى من الايه ما فيش مستثنى منه يبقى هنا ناقص منفي يبقى الاسلوب هنا نقول له ناقص منفي لأن المستثنى منه محزوف ومنفي لأن في ماء رقم اتنين قال الشاعر كل المصائب قد تمروا على الفتى فتهونوا غير شماتة الحسادي فين اسلوب الاستثناء ادور على أداة الاستثناء هاي غير المستثنى الشماتة باستثنىها من مين من المصائب يبقى الاسلوب هنا في نفي لا يبقى مثبت المستثنى منه موجود المصائب يبقى تام يبقى الاسلوب هنا نوعه تام ومثبت تلاتة ما اضاءت المصابيح سوى مصباح هنا الاسلوب نوعه ايه في نفي يبقى منفي نلغي كده مثبت مثبت تام ولا ناقص نشوف المستثنى منه بستثنى مصباح من المصابيح يبقى المستثنى منه موجود يبقى هنا تام وتام منفي يلا السؤال اللي بعد كده رقم 4 ضع غير مكان إلا هنشيل إلا ونحط غير كافأة المدير العاملين إلا عاملين إلا عايزين نشيلها ونحط مكانها غير هنا الأسلوب تام مثبت يعني كلمة عاملين بتعرف بمستصنى منصوب وعلامة نصب الياء لما نشيل إلا ونحط غير غير هتاخد إعراب المستصنى بإلا هنعرفها مستصنى منصوب وعلامة نصب الفتحة يبقى لما نيجي نختار هنختار غير تكون منصوبة بالفاتحة هنا غيره ما تنفعش غيري لا غيره اه دي منصوبة بالفاتحة غيره لا ما تنفعش يبقى الاجابة الصحاباء كافة المدير العاملين غيره عاملين وعملين هنا هيكون اعرابها مضاف اليه مجرور وعلامة جر الياء السؤال اللي بعد كده خمسة ميز الاعراب الصحيح لما فوق الخط في ما يلي لا يساعدني كثيرا غير ازدهار مصرنا الحبيبة هنا الاسلوب نوع ايه ادى منفي لا يساعدني كثيرا غير ازدهار فين المستثنى ازدهار فين المستثنى منه لا محزوف يبقى الاسلوب هنا ناقص منفي يعني غير هتعرب اعراب المستثنى بإلا في الناقص المنفي هتعرب حسب موقعها في الجملة ايه اللي بيساعدني غير يبقى هنا هتعرب فاعل زي كلمة كزا اللي بعد يعجبني يساعدني بتعرب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. يبقى نقول غيره. رقم اتنين. شارك الطلاب في المعرض سوى ده هنا كده الاسلوب نوعه ايه? هنا الاسلوب مثبت. مفيش نافي. والمتقاعسين فين المستثنى منه? الطلاب. يبقى هنا الاسلوب تام وتم مثبت. وفي التام المثبت المستثنى بإيه لكنا بنعربه مستثنى منصوب. يبقى سوى هتعرب مستثنى منصوب. يبقى نختار اسم منصوب على الاستثناء. السؤال اللي بعد كده تلاتة. حيت المعلمة الطالبات غير المقصرات منهن. فين المستثنى? المقصرات. بنستثنه من مين? من الطالبات. يبقى ده كده تام. ومثبت ولا من فيه? مثبت. يبقى ده تام مثبت. غير هتعرب اسم منصوب على الاستثناء. بس هنا فتحة ظاهرة ولا مقدرة? احنا قلنا غير بتنصب بالفتحة الظاهرة. انما سوى هي اللي بتنصب بفتحة مقدرة. السؤال اللي بعد كده ستة. ميز مما يلي الاعرابين الصحيحين لما فوق الخط. ما اثمرت? هده منفي. ما اثمرت اشجار الحديقة سوى شجرة البرتقال. شجرة دي المستثنى. بس تثنها مين? من الاشجار? يبقى المستثنى منهم موجود? يبقى هنا الاسلوب تام ومنفي. وسوى في التام المنفي ينفع نعريبها مستثنى منصوب او نعريبها بدل. يبقى نقول كده اسم منصوب على الاستثناء بفتحة ظاهرة? لا. هي بتعرف بحركات مقدرة. اسم منصوب على الاستثناء بفتحة مقدرة? ايوة صح. او بدل. بدل من مين? من اشجار. ما اثمرت اشجار? اشجار دفاع المرفوع. يبقى سوى هتعرف بدل مرفوع. يبقى ناخد هنا مفعول به? لا. بدل منصوب? لا. بدل مرفوع بضمة مقدرة? ايوة صح. يبقى الاعرابين الصحيحين لكلمة سوى. ممكن نعريبها اسم منصوب على الاستثناء بفتحة مقدرة? او ممكن نعريبها بدل مرفوع وعلامة رفع الضم المقدرة. وبكده يبقى احنا شرحنا المستثنى بغير وسوى. وحالينا التدريبات اللي موجودة في كتاب الامتحان. بتمنى كوني اقدر تفيدكم. لكم مني كل الحب والاحترام. اشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.